بسم الله أبوالي بن روح القدس لله المحددين بنعمد ربنا نكمل مع بعض سفر سمويل الثاني وصلنا النهاردة للإسخاح العشرين طبعا التسكير الصغيرة كده أن احنا شفنا في الإسخاح التسعتاشر أن يقاب قائد الجيش بعد اللي عمله قتل إبشالوم لما لقوه متعلق بشعر وفي شجرة في الإسخاح تمنتاشر وأطلق عليه ثلاث أسهم وموته ورجع لداود فرحان علشان حيرجعه لعرشه لكن داود بمشاعر الإبوة فضل يبكي ويقول ابني إبشالوم ابني إبشالوم وإزاي شفنا أن يقاب ضغط عليه وخرجوا بالعافية كده من أحزانه وقال له أخرج وقابل الشعب بتاعك وفي الوقت تت طبعا شفنا في الإسخاح ده برضو وأن مشاعر الناس كانت متلغبطة شوية وابتدوا يتخلقوا مع بعض علشان مين اللي كان مع إبشالوم ومين اللي فضل مع داود ومين أحسن فيهم ومين الخير ومين لأ وحصل شوية خصام كده بين الأصباط كلها يعني مجموعة في السبت ده ومجموعة في السبت ده والسبت ضد السبت والدنيا كانت إيه؟ مش أحسن حاجة كل واحد بيلوم التاني وشفنا أن داود النبي كده بالقلب الطيب بتاعه بالحكمة الجميلة أنه هو ابتدى يلم في الأصباط على قد ما يقدر وجاب واحد اسمه عماسة عماسة ده كان ابن أخته مش ابن أخته سراوية زي يقاب ابن سراوية أخته لكن هو ابن أخت تانية ابن خالد يقاب يعني وكان انضم لابنه ابشالوم وبقى رئيس الجيش شفنا زي داود قال له خلاص أنا مسامحك وأرسل له اتنين كهنة وقالوله داود مسامحك وانت حتبقى رئيس على الجيش كله بس ما تفرقش الجيش جيشين والمملكة مملكتين وتعمل الفرقة دي في إسرائيل وفعلا رجع وداود عينه رئيس الجيش لأنه كان ابتدى يشوف يقاب كان إنسان وحشي حبتين ابتدى يشوف جرائمه يعني شفناه مع ابنير وشفناه دلوقتي في الإصاح ده حقيقة العماسة ده فكان إنسان وحشي وكان له جرائم كتيرة قوي قوي وكان قاسي يعني هو ما دخل على داود وأكبره داود كان متغاز منه داود النبي يعني فغيره قال خلاص كفاية عليك كده أنا هجيب رئيس جيش تاني ومسكه الجيش طبعا جاب شبع ابن بكري شبع ابن بكري يعني هو ما جاش رئيس جيش شبع ابن بكري عمل صورة وتمرد حنشوفه في الإصاح ده اللي عايز أقوله إنه هو المشكلة الأخيرة اللي شفناها في الإصاح التسعتاشر وده كله للتسكرة إن هم بيرجعوا داود علشان بقى يروحوا أرشاليم مقر العرش وبيته المفروض إن كل الشعب يرجعوا بهيسة والملك رجع بقى وخلاص ورجع منتصر فاللي حصل إن سبت يهوزة كانت أخر شويتين فحبي يجامل الملك فخدوا عبر بيه نهر الأردن وبقيت الأصباط ما كانش لسه استعدت علشان تمشي في الموكب ده موكب رجوع الملك لأرشاليم طبعا بقيت الأصباط لما جات على الشط لقيت داود النبي عبر مين اللي عبروه؟ سبته وأهله يهوزة فعبروا الناحية التانية وكانوا متغزين قوي وابتدت المشدهات الكلامية بين الأصباط وبين يهوزة واتهمات متبادلة وشوفنا يهوزة بقولوا وانا يعني خدت نشان وانا يعني خدت حتة زيادة من الملك ووداني فلوس ولا أكل زيادة ما احنا كلنا مع بعض أنا مجرد يعني هللت لما شفت الملك بتاعنا وعبرته الناحية التانية وكت في الموكب ما تمدوا انتوا شوية وتلحقوني وابتدت الخناءة والغضب يتصاعد قوي 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 الوقت اللي بيكون فيه ثورة يعني احنا ببلدنا من 10 سنين ولا من 15 سنة لما شفنا الثورة قامت الأعصاب بتكون ملتهبة وكل الناس بتخون كل الناس وناس تقول لناس انتوا ركبتم على الثورة ومشوفنا كلام ده بعنينا يعني وناس تقول انتم من الفلول بتقع النظام اللي فات وناس تنشق على بعض كده الأعصاب تكون ملتهبة قوي قوي طبعا غير كده ان فيه ناس تلتة خالص عينها على السلطة تقوم تنزل تفرق وتاخد السلطة زي ما شفنا في الإخوان وربنا نجانا منهم اللي حصل ده بالزبط في وقت داود النبي بالزبط اشتعل الغضب بينهم طبعا الغضب ده بيكون نتيجة الكبرياء نتيجة ايه الكبرياء كل واحد متأكد ان هو اللي صح ده بيحصل في خدمتنا في الكنيسة بيحصل في بيتنا بيحصل في شغلنا ان الانسان المتكبر او اللي مش عارف يخلص من التكبر اللي جواه بيكون غضوب قوي بيكون غير متفاهم على الإطلاق اي حد بيعترض على رأيه يبقى هو بيعترض على شخصه وعلى وجوده وعلى كل قراءه فيبتدي يدافع بعنف طب ليه يعني ده انا رأيي كذا في الموضوع ده بس وخلاص انا بحبك وبحترمك وبقدرك انما الموضوع ده انا رأيي فيه كذا لا ما بيسمحش في الموضوع ده بيحصل بعد كده خصام وعداوة ليه لان الكبرياء بيمسك الواحد عكس المتضع تماما عكس المتضع اه انا مش بقول ان هو مالوش رأيي له رأيي ويدافع عنه ولكن لما يجي الاحتدام والخلاف يقول جايز انه غلطان جايز انت صح او يترك الخصام ويمشي يعني يتحكم في نفسه كده عشان ما يغضبش موضوع الغضب ده وخصوصا في المشورة اما بيكونوا جايين قدام الكنيسة اتنين متخنقين وكتير قوي نشوفها في العائلات يعني او في الازواج للسجداد كمان الفاميلي فيولنس ده الغضب واحد يكون غضوبة واحدة تكون غضوبة قوي الكنيسة بتلجأ ساعات للعلم العلم بيقول ليه في الموضوع ده يبتدي بقى يفهمهم يعني ايه الغضب يعني ايه ان الكتاب المقدس بيقوله خضبوا ولا تخطؤوا الغضب ده شيء مقدس قوي لو اتخذ في السكة الصح ونبتدي نكلم الاثنين بمحاضرات كتيرة وبكورس وفيه كورسات بيديها السيكولوجيست او علماء او المهتمين بعلم النفس يعني عن الانجر مانجمنت ازاي تتحكم في غضبك ده بحيث ما تبقاش غضوب بحيث لما تدخل البيت العيال ما تستخباش تحت السرير وامرادك تتلبش كده او بالحكس يحصل كده في الشغل في الخدمة لا الواحد يكون متحكم في غضبه وده اللي قال عنه في الامثال البطيء الغضب خيره من ايه متجبار في امثال 16 خير متجبار يعني واحد كده طول بعرضه ويأرض تهدي كده ده ما يسواش حاجة غم انسان بطيء الغضب يتحكم بس في ايه في غضب عشان كده النهاردة حنشوف انسان استغل الغضب والزحل والخصام والزعيق اللي ما بين الاصباط ده ويشوف هنعمل ايه طبعا نقرب مع بعض من العدد واحد للعدد ثلاثة واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع بن بكري رجل بن يميني فطرب البقوة قال ليس لنا قسم في داود ولا لنا نصيب في ابن يسا كل رجل الى خيمته يا اسرائيل فصعد كل رجال اسرائيل من وراء داود الى وراء شبع بن بكري اما رجال يهوذة فلازموا ملكهم من الاردن الى ارشاليم وجاء داود الى بيته في ارشاليم واخذ الملك النساء السراري العشرة اللواتي تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز وكان يعولهن ولكن لم يدخل اليهن بل كنا محبوسات الى يوم موتهن في عيشة العزوبة اللقيم دا الكتاب المقدس وصف ان انسان ايه من صبت بن يمين يعني اذكركم ان شاول كان من صبت بن يمين وكان الملك في الصبت دا ومفروض ان الملك يتنقل من ولاد شاول لولاد عميته يعني ما يخرجش عن الصبت لان دا صبت الملك لما داود النبي جاه وربنا عينه من صبت يهوذة فاخذ الملك منه فشوفنا كذا واحد لسه كان كان واحد في القصحة 19 بيشتمه النهاردة مرة الفاتت جاء تزله كان من صبت بن يمين برضه وشوفنا ان صبت بن يمين عنده حساسية قوي من ناحية شاول ما بيصدق من ناحية داود ما بيصدق تيجي اي مشكلة فايه بيطلع كل اللي في قلبه طبعا اللقيم دا بيجي يلاقي الخناء دا موجود ويلاقي باقي الأصبات كلهم ماشيين ومتغصبين كده يروح مبوق كده بالبوق ويقول لهم خلاص احنا ملناش نصيف في داود دا احنا بنشوفها حتى في مجتمع الكنسي حتى في اي حد يجي واحد كده في النص في عز ما تكون الكنيسة ملتهبة بتجربها ويروح مزعق في الحوش في الاجتماع وياخد الناس بقى ويتقلب صفين شفنا كتير كلنا شفنا ايه اللي بتعمله دا حبيبي دا انا كده انسان لقيم زي ما الكتاب المقدس وصف هذا الانسان انت مش قلبك على شعب اسرائيل انت قلبك على الملك اللي كنت حتستفاد منه لو كان الملك من صبتك كان ابن عمك بقى ولا ابن خالتك كنت حتستفاد عشان كده انت ايه دلوقتي هتعمل انقلاب دلوقتي هتعمل انقدام ثورة الغضب اللي استغلها دي جت لصلحه والناس عايزة تعمل كده فما بتصدق اي حاجة تغيث سبت يهوزة طيب ورحوا كل واحد فعلا ايه خارج برا الموكب وكلهم رحوا كل واحد رحوا بيته طب ويحنا مش هنوصل الملك لبيته لا 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 مش مهم الملك ده طبعا في الغضب ده العلم بيقول ان لو لاحظته اللي بتفرز في الجسم فيه كيميا بتتفرز في الجسم فيه هرمونات بتتفرز في الجسم زي هرمون ادريلالين والكورتيزول ده بربنا خلقهم عشان يحفزوا الانسان ان هو مثلا يقاتل بشراصة مدافعة عن نفسه عن مطنه او يهرب مثلا لو شاف اسد قدامه دي حاجات مفيدة ولكن من الاثار الجنبية بتاعتها ان هي طبيا يعني بتعطل النشاط القشرة الامامية في الدماغ المنطقة دي مسؤولة عن عن اللوجيك عن المنطق عشان كده الواحد هادي يقدر ياخد قرارات منطقية كويسة ولكن لو متزرزر وغاضب وزعلان ومتخانق اللوجيك بتاعه يروح خالص اللوجيك بتاعه يروح خالص فيبتدي ياخد قرارات ويقول الفاظ يندم عليها بعد كده بعد ما يرجع الى رشده وكلنا جربنا الموضوع ده وهو متنرفز يقول كلام صعب او ياخد قرار صعب او يقول انا مش هعمل حاجة ولا هعمل حاجة ويرجع يندم اللي بيحصل بيحصل معنا كلنا ولكن دي حاجة في الجسد ولكن ربنا مدينا الروح تقاوم عمل الجسد الروح تقاوم ايه تقاوم عمل الجسد عشان كده الحقيقة الواحد من قدسين يقول لك انا ايه انا كتير او يتكلمت في وقت الغضب وفي وقت الكلام العادي فاندمت الانباء ارسانيوس اما عن السجوت لم اندم قط يا بخت الانسان اللي في وقت غضبه يعرف يسكت يعرف يطلع بره القوضة والخدمة والكنيسة والمكان كده لغاية ما يهدي نفسه يا بخته ده متحكم في نفسه شابع ابن بكري هنا في العدد التاني يقول لك ان هو فصعد كل رجال اسرائيل من وراء داود الى وراء شابع ابن بكري اما رجال يهوزة فلازموا ملكهم من ملكهم من الاردن الى ارشاليم ويصال لنا كده في العدد التالت ان داود لما دخل ارشاليم راح على بيته اول ملاء لقى العشر جواري اللي كان سايبهم عشان يحفظوا القصر يعني وما يتسرقش وما يتنهبش فطبعا كان بمشهورة اخي طوفل شوفنا صح 17 تقريبا ان هو دخل عليهم ابنه و يعني زي كده دنس فراش ابوه فمن اللياقة يعني ان ابوه ما يستخدمش كزوجات بعد كده فبيقولك ان هو اكرمهم ودهم مرتبات وفلوس وقعتهم في مكان يفقوا عزارة ولا يقتربون اليه خالص عشان الموضوع اللي حصل في العدد الثالث يقولك وجاء داود الى بيته في ارشاليم اخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز ما كان يعالهن لكن لم يدخل اليهن بل كنا محبوسات الى يوم تهن في عيشة العزوبية في عيشة العزوبة وهنا بقى في العدد الرابع للسابع هنقرأ مع بعض وقال الملك لعماسة اللي هو بقى رئيس الجيش دلوقتي بدل يؤاب قال له اجمع لي رجال يهوذة في ثلاثة ايام واحتر انت هنا فذهب عماسة ليجمع يهوذة ولكنه تأخر عن الميقات الذي عينهم فقال داود لإبشاي إبشاي دا يكون برضو ابن اخت داود اخو يؤاب رئيس الجيش السابق فقال داود لإبشاي الان يسيئ إلينا شابع ابن بكري أكثر من إبشالوم فخذ أنت عبيد سيدك واتبعه لإلا يجد لنفسه مدن حصينة وينفلت من أمام عيوننا فخرج من وراء رجال يؤاب الجلادون والسعاء وجميع الأبطال وخرجوا من أرشاليم ليدبعوا شابع ابن بكري عماسة بيقول لهم يلا تاني هنحارب إيه اللي حصل يقول لك شابع ابن بكري هنطلع وراء بالجيش بتاعه طبعا عماسة كان إنسان مهزب ولطيف مش زي رئيس الجيش اللي فات يؤاب عارفين كده لما نروح للشغل ونلاقي مدير عنيف قوي 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 تلاقي الدنيا مصبوطة جدا وضبط وربط إنما ما تلاقي مدير طيب كده الناس بقى يتريح شوية وتيجي على مهلها شوية وتتأخر حبتين شوية ده بيحصل عماسة كان من النوع ده فطبعا معرفش يجمع رجال يهوزة في ثلاثة يام زي ما داود النبي قال له اتأخر داود النبي بخبرته كده قال لي قال لي ابشاي ابن اخته التاني الآن يسيق إلينا شبع ابن بكري وعماسة دا تأخر ومش عارف هيجي إمتى خد بقى إيه أنت عبيد سيدك واتبعه والقل يجد لنفس المدن الحصينة طبعا هو راح ينادي الجيش ولكن فيه زي الحرس الجمهوري واللي هو حرس الملك موجود تحت أمر داود وحوالين البيت وحوالين الخيمة لهي كان لسه ما كانش تبنى وموجود فقال له خد الحرس الجمهوري دا ولا الحرس الملكي دا واطلع به هتلي الشبع ابن بكري دا عشان دا أخطر من الانقلاب اللي عمله بشلون بكتير انت لكل يوم بيزديد بيخلي الراجل دا يقوى أكتر ويتحصن أكتر ويلم ناس أكتر اطلع بسرعة بقى كفية الأيام اللي ضاعت دي كفية الأيام اللي ضاعت فالحقيقة زي كده العدد سبعة يقول لك فخرج ورج رجال يقاب الجلادون والسعى وجميع الأبطال زي إبشاي كده رح ليقاب وإبشاي برضو كان رجل حرب ولكن مش زي يقاب يقاب كان أستاذ في الحرب يعني زي كده واحد متمرس من أيام مكان شاول موجود ودود دلوقتي كبر في السن وهو متمرس في الحرب وفي القر وفي الفر وفي الخطط فطبعا إبشاي عشان ينفذ الأمر بسرعة فقال له تعال يا أخويا معي صحيح أنت مش رئيس الجيش دلوقتي بس تعال معي فرحوا لهم الاتنين مع بعض وجمعوا الموجودين ونظموا الصفوف وخرجوا عشان يقبضوا على شبع ابن بكري قبل ما يتحصن أجمل حاجة نعملها في حربنا لو قامت علي حرب صغيرة كده في أفكاري سواء الحرب دي كانت حرب فكر أنا واحد ولا واحدة دايقتني وحد في البيت دايقني حرب شهوة طعام معيشة أي منوع من الحروب الروحية أو الجسدية إن أنا أطلع أجيب أقتل الخطية دي بيدي بسرعة قبل ما تتفاقم وتبقى صعبة قوي 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 إن أنا فارقة أي حد بيقعد في خطية يجري بسرعة يمسح الخطية دي يقتلها إزاي يقولك يجي يحطها عند أبونا مثلا والمزمور هنا يقولك طوبة لأبونا ده الذي يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة بنقولها في مزمور النوم بيطوب أبونا اللي بيمسك الخطية من كل واحد كده ويجمحهم ويجي يحطهم عند المسيح يا سلام بالزبط ده اللي عمله إبشاي وعمله داود قال له اجري بسرعة إحنا كمان لما نتهاجم لو ما رحناش للدكتور بسرعة وشلنا الورم الورم ينتشر ويبقى في كل الجسم ومنقدرش نشيل بقى نشيل إيه الخطية مرض خبيس لازم بسرعة نستقصله فإيه فنرجع سلام تاني فنيجي في العدد من ثمانية إلى عشرة ونقول إيه وقال له الكتاب لما كانوا عند الصخرة العظيمة التي فيه جابعون جاء عماس قدامهم يعني هم رايحين في اتجاه شابعة ده وعماس جاي في النحية التانية رجع لداود بالجيش متأخر له كم يوم كده قبل معرف يجمع وكان يقاب متمنطقا على ثوبه الذي كان لابسه وفوقه منطقة سيف في غمده مجدود على قوح قويه فلما خرج انضلق السيف داود النبي في عدد تمانية أنا آسف إبشاي خد معايا يقوب زي ما قل له يقاب وشاف عماس ابن خالته جاي من بعيد مع الجيش بتاعه مع الجيش يهوزة وجاي عشان يقابله داود عشان ياخد الأوامر منه فبيقول لك ان هو كان لابس لبس العسكري بتاعه وحاطت كده زي السيف معلقه فأول ما شاف ابن خالته عماس اللي خد مكانه وخد شغلانته وخد مجده داخل فعمل نفسه ايه ان هو بيعد السيف بتاعه ومسك الغمد كده بسرعة عشان السيف ما يقعش وبيقول لك فقال يقابل عماس أسالم أنت يا أخي وامسكت يدي يقابل يومنا بلحية عماس اللي قبله دي عادة في اليهود أنه يعني كرامة يروح ممسك بداء وكده ويقبله ويقبله وهي حركة يهوزة اللي جاي عند المسيح علشان برضو يسلمه بقبلة قال له بقبلة تسلم ابن الإنسان والسيف هو ماسك الغمد كده وماسك السيف عشان ما يقعش يعني وعمسة طبعا مقدر أن ده ابن خالته ومقدر أنه خد الشغلانة منه ومقدر أنه يعني الجيش بتاعه المنظر هو ماشي كده عمل زبط ربط وهو ماشي فالمنظر بقى يغيز يقاب فبيسلم عليه بحرارة شديدة فطبعا يقاب رح ماسك السيف وغم ودخله في عماسة بشكل دموي وقاطع عن مصارينه فعماسة رح واقع على الأرض المنظر بقى صعب قوي نزل ومصارينه طلع من جسمه أما عماسة فلم يحترز من السيف الذي بيد يقاب فضربه به في بطنه فضلق أمعاؤه إلى الأرض ولم يثني عليه فمات وأما يقاب وإبشاه أخوه فتبعا شابع ابن بكر يعني عمل الحركة دي وبكل جراءة فضل مكمل كده بالجيش بتاعه عشان في طريق شابع ابن بكر راحين بقى نحارب طب إيه اللي انت موته ده هو ده أرنب ده بن آدم وابن خالتك ورئيس الجيش وده قتل يمكن يقاب لم يهتم لم يكترس هو إنسان دموي طبعه طبعا حييجي عقابه مش على يد مش على يد داود النبي هيجي في أيام الملك سليمان لما حنشوف إنه هو أمر بقتله عشان قتل عماسة وقتل قبل كده ابنير وله جرائم كتير قوي وهو راح استخبه وراح على مدينة الملجأ واحدة من المدن الستة ومسك فيه عمود هيكل بتاع الزبايح وطبعا حسب ما الشريع بتقول الإنسان اللي قتل قتل خطأ يمسك فيه قرون المسبح فمحدش يقدر يقرب له لكن سليمان النبي أمر إنه هو يتاخد من عند قرون المسبح ويتعدم ليه لأنه لم يقتل قتل خطأ ده قتل متعمد والعدل لازم يتم ده حنشوفه بعدين طبعا بشاي شاف المنظر فمعلقش معلقش ويعني قال ده أكيد كده زرت همهما إن ده عماسة ده كان خاين وعشان كده يقاب قتله طبعا يقاب قلبه على وظيفته وعلى مجده الشخصي مش على مجد إسرائيل هو قتله عشان خد وظيفته بس لكن قدام الناس إنه قتله علشان انضم الإبشالوم قبل كده قل لك أنت خاين خد بقى جزائك داود النبي سمحك عشان هو رجل طيب إنما أنا رجل عسكري رحط له إيه العنف ده إيه العنف ده عشان كده كان فيه مقولة جايما تعجبني كده كنت أشوفها أنا صغير في إحدى الدول كده في الخليج على مجلس الأمة كتبينها بالخط الحريط أوي كده يقولك لو دامت لغيرك ما وصلت إليك بيقول النواب والبتاع ده كانت أثر فيها أو لو دامت لغيرك ما فيش حاجة دايما فعل ما هي لو دامت لغيرك ما وصلت إليك عماسة بيستقبل يقاب بالحضن ويقاب مسكه بالغدر والسكينة في ظهر وكده بعض العدد 11 فوقف عنده واحد من غلمان يقاب فقال من صر بيقاب ومن هو لداود فوراء يقاب وكان عماسة يتمرغ في التم وسط السكة ولما رأى الرجل أن كل الشعب يقفون نقل عماسة من السكة إلى الحقل وطرح عليه ثوبا فلما رأى أن كل من يصل إليه يقف لما نقل عن السكة عبر كل إنسان ورأى يقاب لاتباع لاتباع شبع ابن بكري ولاتباع شبع ابن بكري نقل مع بعض الغادة العدد 22 وعبر في جميع أصباط إسرائيل إلى قابل وبيت معكة وجميع الليب بريين فاكتمعوا وخرجوا أيضا وراءهم وجاءوا وحاصروا في قابل بيت معكة وأقاموا مدرسة حول المدينة فأقامت في حصار فأقامت في حصار وجميع الشعب الذين مع يؤاب كانوا يخربون لأجل إسقاط الصور فنادت امرأة حكيمة من المدينة اسمعوا اسمعوا قولوا يؤاب تقدم إلى هنا فأكلمك فتقدم إليه فقالت المرأة أأنت يؤاب فقال أنا هو فقالت له اسمع كلام أمتك فقال أنا سامع فقالت كانوا يتكلمون أولا قائلين سؤالا يسألون في أبل وهكذا كانوا انتهوا أنا مسالمة أمينة في إسرائيل أنت طالب أن تميت مدينة وأم في إسرائيل لماذا تبلع نصيب الرب فجاب يؤاب حاشايا حاشايا أن أبلع وأن أهلك الأمر ليس كذلك لأن رجلا من جبل إفرايم اسمه شبع ابن بكري رفع يده على الملك داود سلموه وحده فأنصرف عن المدينة فقالت المرأة ليؤاب وذا رأسه يلقى إليك عن السور فأتت المرأة إلى جميع الشعب بحكمتها فقطعوا رأس شبع ابن بكري وألقوه إلى يؤاب فضرب بالبوق فانصرف عن المدينة كل واحد إلى خيمته وأما يؤاب فرجع إلى أرشاليم إلى الملك يؤاب بعد ما قتل عماسة ابتدى يتقدم يتقدم في ناحية الحرب وواحد من القوات رحم نادي في الجيش قال له بص اللي عايز يحارب مع يؤاب يتفضل واللي تابع الملك داود وبيحبه يتبع يؤاب فكده مباعة من الجيش كل اليؤاب فابتدوا كلهم احنا دلوقتي عايزين نقضي على الفتنة دي عشان الملك ما يخرجش من يهوزة فكلهم تابع يؤاب ولكن المنظر مش قدرين يعدوا على جثة قائدهم منظر صعب فابشاي بص كده ووص حد من الجيش قال له ايه اسحبوا بعيد كده على جنب الطريق نزلوا في حقل ملقى حقول دي وغطيه علشان الجنود يعرفوا يعدوا ففعلا كده رحوا صاحبينه ومغطيه عليه بقماش فالجنود عدت نحية ورا يؤاب ويؤاب استمر في التقدم الى الحرب وبكده الجيش كله تابع يؤاب الجيش والجيش كمان يقولك في العدد 14 وعبر في جميع أصباط اسرائيل الى قابل هو ماشي كده كان بيمشي على مدن أصباط اسرائيل فصبت اسرائيل ابتدوا يهدوا ابتدوا يرجعوا لعقلهم والغضب دراح فلما بيشوفوا عظمة الجيش اللي ماشي عشان يخلص الملك داود بينضموا اليه عشان يبقوا قوة كده يضربوا الجيش اللي مع شبع ابن بكري طبعا وصلوا لبيت اسمها قابل بيت معك والمدينة دي المدينة دي كانت زي حسن كده حسن لجأ إليها شبع ابن بكري عشان مدينة حصينة محدش يقدر يخترق والجيش بقى عظيم جدا جميع الشعب اللي مع يوهان حصروا المدينة دي ويوهاب ابتدى يعمل متاريس زي كده يعني عامل كده محدش يدخل ويخرج من المدينة قفلها تماما علشان هيبتدي يحصرها في نفس الوقت اللي بيعمل دوشة قدام باب المدينة مجموعات كده تتسحب نحية الصور وتحاول تسقب سقوب صغيرة في الصور علشان ايه حد يحرف يدخل ويفتح الباب حد يدخل في هو عامل سد علشان يمنع الناس من الدخول والخروج ده على باب المدينة انما في مجموعات من جيش يؤاب كانت بتحاول تخترق الصور من ورا كده او من على جنب في حتة مضلمة علشان يحاول ويخترق للجيش بتاح ف الحقيقة ان هو يؤاب انسان عسكري بس شخصية شخصية دموية قوي شخصية دموية ولكن هو كان عسكري محنك كان عسكري كويس يعني يعني كان استاذ في القتال استاذ في القتال ولكن ربنا سابه استخدمه حتى بالشر بتاعه ده زي ما بيستخدم اي اي واحد شرير عشان بيقدب بيه اشرار اخرى او بيقدب بيولاده ساعات ربنا بيسمح بكده ليه رب سامح بالانسان ده يفضل في المنصب ده وعمل فينا وبيسرق وبياخد وبيدي لا انا عايز كده اولا فرصة له عشان ياخد فرصة كاملة في التوبة ثانيا انا محتاجه عشان اقدب بيولادي اللي ساعات يعني يحتفو شمال او يمين ساعات بقدب بيه اعداء اعدائي فربنا ساعات بيستخدم حتى الاشرار حتى الاشرار وشوفنا كده في سبي بابل وشوفنا كده مع مملكة اسرائيل كتير لما حادوا عن ربنا استخدم الممالك الوسانية اللي حوليهم عشان تقدبهم الثغرة دي يعني على النحية الروحية نقولك ان الشيطان برضو بيعمل نفس اللي بيعمله الجيش ييجي لكل واحد فينا ويدي له حاجة صغيرة كده صغيرة صغيرة تبدو انها لا شيء كدب بيضة مش عارف ايه كسل شوية في الصلاة كسل شوية في الانجيل مش يعني مكسل نهارده مش اروح القداس الاسبوع دي عد كده يبتدي بقى صغرات صغيرة صغيرة تدخل تعالب صغيرة صغيرة شكلها كيوت ولذيز كده وتعدي ولكن تخرب الكرم وكله سيب شوية التعالب دول 3-4 ايام بسيبهم 3-4 ايام الكرم اللي انت قاعد تشتغل فيه سنين وسنين لغاية ما كبر وبيدي انتاج دخم شوية البيبي دول من التعالب تخرب لك كله تقطوا من الفروع الصغيرة وتقوز الكرم عشان كده الحقيقة لما جيء اشعية في الاصح المسياني في الاصح 58 بيتكلم على حتة مرمم الثغرة عايز تبقى انت بتعمل عكس الشيطان الشيطان يفتح ثغرات في الصور انت ازاي بقى ترمم انت هقفلها اعمل كده بالصوم بتعمل كده بالصوم يقولك اه الصوم مش مجرد الصوم كده عادي يقولك ده صوما مقبولا صوما اقباله انك انت تبعت عن الشر والخصام وتهتم بالفضايل وتهتم بمساعدة المحتاجين وقعد يرس حاجات كتير اوي في صح 58 ده على ان الصوم ده لو انت عملته بالطريقة دي حيبقى اسمك مرمم الثغرة يعني اي ثغرة في بيتك في حياتك في شغلك في خدمتك حتبقى انت بترممها بالصلاة والصوم ولكن صوما مقبولا لانه هو لم يتكلم عن الصوم ك باللبن ولا بالبيت ولا الجبنة ولا مش عارف ايه ولا ياخد حل ولا الناس تاخد في الشاي لبن ولا تاخد الكلام اللي بنشوفه ده ونقعد كلنا نشوف كم جرام مش عارف دهن النباتي ولا دهن حيواني كل الكلام ده يعني التطقيق كويس الكنيسة بتقول لنا نصوم بالنبات ولكن لا يعني شيء على الاطلاق في الروح لو كان الصوم ده مش مقبول يبقى انا مجرد بس بغير اكلات عايز تصمم الرغم الثغرة اللي موجودة في حياتك وفي بيتك تسد الفتحة اللي بيجي منها الحزن والكآبة والنرفزة والخناء مع الاخرين وكل ده صلي وصوم صلي وصوم لما الجيش حاصر هنا قبل بيت معك واقاموا مدرسة حول المدينة وبقت في حصار ييجي هنا واحدة في المدينة بس يقول لك ايه فنادت امرأة حكيمة من المدينة اسمعوا 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 واحدة بس قديسة في البيت او في الكنيسة او في الخدمة في وقت الاعصاب تكون فيها ملتهبة والخناءة دايرة على اشدها وكل الناس عمالت شد من بعض تقول اسمعوا اسمعوا كلمة ربنا الحكمة في الوقت ده الجيش كان عمال جوه بقى جوه قبل ده جوه المدينة الصغيرة اللي مستخبه فيها الشابع ده عمالين بقى يسنوا السيوف وعمالين يقطعوا الرماح بشكل معين عمالين يعملوا في خاخ وكرات من نار وعمالين يخططوا الحرب عشان عما يدخلوا من النحياة دي والنحياة دي والبلد كلها من صغيرها الكبيرة مشغولة ان ازاي تصد الهجوم اللي جاي من جيش كل اسرائيل لان مدينتهم كانت هتتدمر واحدة بس في البيت عندها حكمة واحد بس في البيت عنده حكمة يرد كل الجيش الجراري اللي جاي عليه يعني الحكاية اللي دايما احبها واقولها الحكاية التلميذي الامبابرام كلنا عارفنا اللي كان فيه سهر عايز يدخل المحرق وأجر واحد يعني مخاوي شياطين كده وبيتعامل مع الشيطان انه يدخل يخرب الدير ده اللي هو فرسه قوي كل زرعاته نكحة وكل بهايم وبتعيش وكله يعني ايش معنا احنا يعني فدخل وصة ساحن مغربي انه هو يدخل شياطينه ويقلب له الدير ده كله على بعضه فيقولك بعد ايام رجع لي وقوله انا مش قادر الشياطين بتدخل بتيجي خائبة مش عارفة تدخل المحرق قاله ليه يعني قاله فيه واحد بس ليه النهار عمال يصلي اسمه ايه تلميذي الامبابرام حد عارفه بنقوله في نهاية المجمع ابونا مخاويين للبحير في وقته كان عمال يصلي الشياطين مش عارفة تدخل عشان واحد في البيت بيصلي عشان واحد في الدير بيصلي يا السلام لو فيه واحد بيصلي في البيت كل البيت بينام وبيكسل ومجغول بالموبايل ومجغول بحاجات تانية ولكن واحد بس وقف يصلي كده يحوت الدير او البيت بصور من نار زي اللي كان حصل مع ابونا مخيئي للبحير فرجعت قالت اليقاب لما كلمها تقدم اليها فقالت المرأة انت يقاب فقال انا هو فقالت اسمع كلام امتك يا السلام كمان اما تيجي تتكلم وباتضاع تقول له انا خدمتك انا عبدتك هتسمع الكلام قال لا انا سامع فقالت له انا حقول لك بس نبزة صغيرة عن بيتنا وعن كنيستنا وعن مدينتنا احنا كان الناس بتلجأ الينا علشان نكلمهم بكلام المسيح كلام الحكمة لان الحكمة هي المسيح كانوا يتكلمون من اولا قائلين يعني بتمان كانوا بيقول علينا سؤالا يسأل في قبل يعني زي كده مثل شعبي يعني انا روح دلوقتي قبل عشان اقابل الناس الحكمة بتاع قبل ده واسألهم وهكذا كانوا انتهوا لغاية وقته قريب دي مدينتنا مدينة الناس القدسين الاطقية اللي بتحب تخدم بالرأي الحكيم وانا مسالمة امينة في اسرائيل انا ست مسالمة في اسرائيل انت طالب ان تميد مدينة واما في اسرائيل لماذا تبلع نصيب الرب تقول له انت جاي تهد مدينتنا وجاي تقتل الام وجاي تقتل الاطفال وجاي تحرق المدينة باللي فيها ده مدينة ربنا اداها ميراث لجزء من شعب اسرائيل تقول انت عايز تخربها شفت الدخلة شفت الدخلة الجميلة اللي يدخلوا بيها كده من غير ما يكون فيه يعني كلام صعب او او توبيخ او انت تقدر او انت ما تقدرش تقول له ده 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 مدينة ربنا دي كنيسة ربنا ده بيت ربنا حكمة جميلة جدا يضحى الروح القدس في واحدة بس علشان علشان ايه تنقذ تنقذ مدينة كاملة طبعا شفنا امثلة كتيرة في القتاب المقدس مثلا شفنا يهودات التقية الارمارة اللي ترملت ثلاث سنين وستة الشهر دي وسمعت بالخمس تيام مثلا اللي كان عملهم الملك عزية الملك وقعدت تصلي مع الشيوخ المدينة وراحت لملك اشور ده ولا رئيس جيش اشور اليفانة وقعدت كم يوم كده قدت له طب سيبنا صلي وكانت جميلة المظهر جدا فقال يلا في الاخر قال يلا بقى احنا هندخل وخدها في خيمته وقطعت راسه بعد ما ساقطه خمر واحدة بحكمة شديدة وبصلاة وبطقوة انقذت كل شعب اسرائيل شفنا الكلام ده مع مع أستير أستير الملك انقذت برضو الشعب من الحكاية بتاعة همان وعلقته في الاخر على الخشب اللي كان عادي يعني يعني يحط عليها مردخاي الحكمة بتيجي من صاحب الحكمة لأن الله هو الحكمة الانسان اللي قريب منه أو يمتلق بحكمة الروح القدس طبعا موتت مردخاي وانتقمت لشعب اسرائيل كله لأنه كان عايز يموت كل اسرائيلي ويهودي في المملكة كلها حكمة واحدة بس حكمة واحد بس ربنا يستخدمه فينقذ المجتمع اللي حواليه الصغير أو الكبير هو ده اللي عايزه المسيح أنه نحن نتمسك به فيعطينا الحكمة لأنه هو الحكمة يعطينا نفسه عشان كده في الأمثال يقول على واحدة زي كده هي شجرة حياه لممسكيها والمتمسك بيها مغبوط يا بخته طوبة ليه طوبة ليه أنا كتير اتكلمت طب أنا أجري في الأيتين اللي الفضلين فأتت المرأة إلى جميع الشعب حكمتها فقطعوا رأس شبعي طبعا راحت أقنعت الناس بتوحة فقالوا خلاص ما جاتش على واحد احنا عايزين نرجع للملك بتاعنا وقطعوا قبضوا على شبع ابن باكر ده وقتلوه وقطعوا راسه ورموها من فوق الصور كده بخوف فشافوها الجنود ودوها لرئيس الجيش فطبعا بوق وإيه قال خلاص الحرب انتهت كل واحد يرجع بيته ورجع هو للملك لأرشاليم وكان يقاب على جميع جيش إسرائيل أول ما رجع للملك طبعا زي كده داود النبي برضو ادي له البوزيشن بتاعه القديم قال له خلاص انا ما عنديش مالع تمسك الجيش وكان يقاب على جميع جيش إسرائيل وابتدى داود بعد ما رجع يغير بقى في كل حتة في الجيش يعني يعين رأسات جديدة دينية وحربية وخدمية في كل حاجة تغيرت ابتدى يفوق شوية للمملكة بتاعته علشان ينهض بيها أكتر علشان يسلمها بعد كده لابنه مملكة قوية مملكة قوية ونشوف كده في العدد 23 وكان يقاب على جميع جيش إسرائيل وبنانيا ابن يهوداع على الجلادين والسعاء وأدو رام على الجزية ويهو شفاض ابن أخي لود مسجلا وشيوة كاتبا وصادوق وأبيثار كهنين وعير اليقير أيضا كاهنا لداود كان بيغدم داود في مش يعني مش بيقدم زبايح ولكن في الأمور الدانية كان كاهن مستشار ديني يعني لداود إلهنا يدينا كلنا الحكمة اللي احنا نحارب بها عدو الخير اللي جاي يعني زي كده يفتح ثغرة في أسوار بيوتنا وحياتنا علشان يدخل فيها ويدمرها ويدينا نعمة ان احنا دايما نتبع نتبع مساحنا في كل وقت له كل إكرام ومجد إلى الأبد أمين